مساء الخير عزائي المشاهدين النهاردة وأهلا بكم في برنامج أستاذ في الطب طبعا كلنا عارفين أن الوقاية خير من العلاج وعشان كده هيكون معنا متخصصين في الطب عشان نعرف سوى إزاي أن نحن نحافظ على نفسنا وعلى صحتنا وإزاي أن نحن نواجه الكورونا وموضوع حرقتنا النهاردة مرضى القلب في زمن الكورونا وهيكون منورنا الأستاذ الدكتور أحمد البربري استشاري أمراض القلب أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بك وأهلا بسادة المشاهدين اللي بيشوفونا في كل مكان أهلا بحضرتك عايزين حضرتك تكلمنا عن العادات الخطأة اللي بتضر بصحة القلب هو والله من ضمن العادات الخطأة اللي ممكن تضر بصحة القلب هي يعني إلي كمارسة الرياضة الرياضة بتبقى شيء مهم جدا للحفاظ على الجسم كله وحصة القلب والأوعية الدموية بيقلل خطورة الاحتمال الإصابة بالسكتات القلبية أو بالزبحة أو بالجلطات أو كده رقم اتنين برضو من ضمن العادات الغلط هي العادات الغذائية يعني فيه حاجات كتير في التغذية أو في العادات الغذائية الخاطئة بتضر القلب زي أكل الكوليسترول أو المواد الغذائية الغنية بالكوليسترول كتير ملح الطعام بكثرة بيضر القلب وبيرفع ضغط الدم طبعا الكوليسترول وأكل الأكل اللي هو زي السمن الصناعي اللي هو الزيوت المهضرجة ده بيستسبب أو عامل رئيسي في حدوث الزبحة والجلطات وتصلب الشرائيين برضو من العادات الخاطئة اللي ممكن أن هي تؤد بينا إلى تضر القلب هي الحياة المرفهة المفروض الإنسان يكون بمجهود ما ينفعش أبدا أنه هو كل حاجة يسيبها بدون حركة أو كده يعني الناس دلوقتي بتركب العربية من العربية تركب الأسانسير من الأسانسير يدوس ريموت يشغل كذا ما عادش فيه حركة وده شيء غير صحي إطلاقا يعني ده يؤثر بالسلب على الجسم كله وخاصة القلب طبعا ده ممكن كله نتجنبه وطبعا من ضمن العادات الخاطئة تماما هو أن التين ايج اللي هم الأطفال أو السن المراهقة أو الشباب بيحبوا دايما يأكلوا اللي هو الأكل اللي برا البيت اللي هو الفاست فود وكده ودي ممتلئة جدا بالكوليسترول ودي منتشرة جدا وبتزداد انتشارا المحلات بتزيد أكتر والشباب بيتجه أكتر ليها وبيحط لها زي مكسبات طعمة وكده عشان تجذبهم أكتر فدي كلها عادات ممكن تجنبها يعني يمكن لما احنا في برنامج زي ده أن نوعي الناس أن لازم نمارس رياضة الأكل نحافظ فيه ما نبقاش الأكل ما نملاقش بطننا أن احنا لو اتمشينا والتدخين من العادات السيئة جدا 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 التدخين بيدر القلب يعني بما لا يدع مجالا للشك يعني مش محتمل قولان يعني السجاير أو التدخين أو الشيشة أو كده بتدر القلب أيواة بتدر القلب وبتعمل بتزود صلب الشغيين بتزود حدوث الجلطات وبتأثر على بقية الجسم بس احنا دلوقتي بنتكلم على القلب بعض الناس برضو من العادات الخاطئة اللي ممكن تدر القلب أن بعض الناس مش بيحب يلتزم بالعلاج أو بالنصائح الطبية يعني نقعد نتكلم زي ما نتكلم هو المريض في دماغه حاجة هو بينفزها يعني قيامة الحقيقة بيبقى فيه بعض الشيء من الجدل أو أن المريض هنقول يمشي على علاج ده ويجي يلاقيه موقفه بمزاجه طب أنت وقفته ليه؟ يقول لس ازهقت طب زهرته ومن تعيان قل لي قل لي قل لي قل لي قل لي دكتور فدي دي كلها اسمها عادات يعني واسمها كونسبت مفاهيم المريض متخيل أنه هو هيخلص علبة واحدة من ضغط ضغطي بخاف الحمد لله هيخلص علبة واحدة من مثلا الأسبريم بتاع الزبحة يبقى كده خاف لا فدي كلها بنحاول إحنا نغير المفاهيم دي في البرامج التوعوية الطبية اللي المفروض بتيجي في الميديا وكده طيب في الظروف الحالية لجائحة كورونا وزيادة أعداد المصابين عايزين نعرف التوصية والتعليمات اللي حضرتك بتوصي بيها مرضى القلب واللي منعيتهم ضعيفة لتجنب الإصابة بالفيروس هو الحقيقة جائحة كورونا دي حاجة يعني حدث جلل أول مرة نشوفه في حياتنا أو أنا شخصيا وهو يعني زي توقف التاريخ عنده هي توقف كثيرا وليس قليلا إن مثلا حاجة زي الحج توقفت الصلاة في المساجد المساجد أغلقت حاجات كتير جدا 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 من المدارس كده الكورونا دلاتي إحنا في الموجة التانية الموجة التانية دي أنا على مستوى العالم هي أكبر وأكثر وأشد من الموجة الأولى لكن إحنا بدأنا نتراخي شوية أو البانيك أتاك أو الخوف أو حالة الهلع اللي كانت موجودة في شهر 3 و4 قلت كتير دلوقت لما قلت بقى الناس متسيبة شويتين يعني بدل كنا فاكرة كده رجعي بالذاكرة في شهر 4 كان يجي بتاع الدليفوري اللي لازم نغسل الحاجة يجي بتاع المسكات المسكات ما هو المسكات أعتقد كله متطفق إن الناس لابسة مسكات ومحدش بيخش أماكن كتير غير بالمسكات لكن حالة اللي هي كان فيه حالة مبلغة في الهلع دي غير مطلوبة برضه وبس كان فيه إن إحنا مثلا بنروح البيت نقل على لبسنا كله ويتغسل أصلاحنا جايب من بره فممكن يبقى فيه كذا ده حصل فيه تراخي فأعتقد ده بيؤدي إلى انتشار المرض هو المرض مش بيموت كل اللي يصيبه لا بالعكس يعني هو بنسبة مثلا 80% ممكن يجي بدون أعراض أو أعراض خفيفة والأعراض اللي هي ممكن تبقى جمدة زي يعني بتبقى الحرارة الفقدان حاسد الشم أو التزوق ممكن بيجي بالتهابات في الصدر ممكن يجيب ألم في الصدر ممكن يؤدي التهابات رقوية أو يجيب جلطة في الشران الرقوي كل ده العلاج بتاعه علاج تحفظي يعني مفيش علاج للفيروس يعني مفيش علاج بيخش على الفيروس يموته لا إحنا كل ده بنحاول من الأول نعمل وقاية الوقاية دي هي التباعد هي الكمامة هي التغذية المزبوطة الأكل المليان فيتامينز السوايل الكتير نبات عن الدهول والفاستفود واليوسفي واللمون والجوافة والعصائر الكتير كل ده الفكهة الخضروات التازجة كل دي بتزود المناع العسل الأبيض كل دي بتزود المناع لما إحنا بنزود المناع فبنقدر نبقى إحنا أقوى من الفيروس لما يجينا يعني ما يجيش أصلا والنظافة الشخصية النظافة الشخصية دي في أي ميكروب مش بس الفيروس بتاع الكوفيد 19 ده فقط في أي ميكروب يعني مثلا إحنا كل سنة ما في حاجة اسمها الإنفلونزا العديق الموسمية ما هيبتيجي كتير جدا الإنفلونزا الموسمية لما بتيجي في مريض قلب مثلا مريض بضعف عضلة القلب فيه نسبة وفاة الإنفلونزا اللي هي من غير كوفيد من غير كورونا من غير حاجة خالص فيه نسبة وفاة لمرضى القلب والمرضى اللي هو منعتهم قليلة لأنه هو الميكروب بيتمكن من الشخص عشان منعته قليلة على أي وضع أو بيتمكن من الرئتين أو التهاب الرئتين أو كده فبيبقى فيه نسبة وفاة وهو الإنفلونزا العادية نسبة وفاة فيها أعلى من الكورونا لكن الكورونا منتشرة جدا يعني هي الخوف منها أو عبها أو كده الانتشار الغير مسبوك اسمها بانديميك اللي هي جائحة بانديميك دي حاجة في النادر لما نسمحها يعني الإبيديميك يعني وباء البانديميك وباء منتشر في العالم كله يعني متعدي القرات والمحيطات ويعني التعدى كل يعني مفيش قارة في العالم كله مش موجود فيها فيروس كورونا وهو ده الخوف منها وأنها ملهاش علاج فهي نسبة الإصابة كبيرة أو نسبة الانتشار كبيرة أوي لكن نسبة الوفاء مش كبيرة بالنسبة للإصابات لكن العدد كبير بالنسبة لأن عدد الإصابات كبير جدا فعدد الوفيات بيعتبر كبير فطبعا هنا بننصح مرضى القلب عموما يتوخى الحذر جدا 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 وخاصة مرضى ضعف عضلة القلب فإنه ما يجيلوش التهابات مش بس كورونا يعني كورونا بكتيريا أي التهاب أي فيروس لأن ده هو بيبقى في ضعف عضلة القلب في حاجة اسمها احتقان رئوي اللي هو بينهج وبيقحل وحده مش ناقص أصلا حد يلمسه فما بالك بقى أن فيه مثلا حالة شديدة من ضعف عضلة القلب لما يجيلو مكروب أيا كان بيخفش بسهولة وبيبقى فيه نسبة وفاة فما بالك بقى بمكروب جديد زي ده وعنيف زي ده لو تمكن من الإنسان الضعيف ده بيبدأ أنه هو يبقى نسبة الشفاء قليلة فعشان كان أتوخى الحذر جدا 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 يعني أنت كمريض قلب مثلا عضلة القلب 25-30 ما فيش مشكلة خالص لما ما تنزلش لعيب ولا حرام أنت بالذات هتقعد في البيت تتوخى الحذر حتى مع المخلطين لك في البيت يعني ما جيش ابنك من بره هنستأذن معلش حضرتك معينا التليفون أستاذ ياسر من بنها سلام عليكم يا دكتور سلام ورحمة الله وبركاته ممكن حضرتك استفسر عن حاجة من حضرتك ممكن قوي حضرتك كان عامل أسطرة تشخصية وعمل اتنين دعامة في الشرياء التاجي والشرياء النازل وحضرتك عامل توسيع بلون توسيع بلون بلون والتكليف في نفس الوقت بعد العملية فترة كده حضرتك حصل لواجعة في ظهري من فوق راتل الدكتور الدكتور اللي أنا متابع معاه قالي في عندك الشرياء النازل الخالفي بيعمل بطء كده فهيدي وهنديك علاج والكلام ده كله في الألم مستمر للغاية دلوقتي هل ده ممكن حضرتك يكون مثلاً حصل توسيع في الشرياء النازل الخالفي إنت حضرتك عامل الأسطرة إمتى عاملها دلوقتي داخل على شهر شهر بس وملتزم بالعلاج ملتزم بالعلاج مش نازم تقول الأسماء العلاج ملتزم بي يعني طب والدكتور اللي عملك الأسطرة قالك بقيلك حاجة تانية يعني ليك دعمات تانية ولا خلاص كده قالك أنت كله تمام ومية مية طب هنستأذنك بس تراجع مع دكتورك وعلاجك ولو مرتحتش ممكن تعمل يعني تقيم الحالة بطريقة تانية نعمل إيكو جديد رسم قلب جديد ولو الألم ما بيروحش ممكن هنضطر نعمل أسطرة تاني بس تراجع مع دكتورك لأنه هو اللي عارف عمل إيه وهو أو تعرض اللي هي فيه سطوانة كده فيها اللي حصل في الأسطرة وتلتزم ونشوف يعني ما تسبقش الأحداث يعني ده شهر واحد بس يعني لو حصل لك حاجة يعني أعتقد إن شاء الله مش يبقى فيه حاجة إن شاء الله طب وحضرتك في حاجة بتحصل لي برضو معلش هي نوع زي توهين كده بقى لقي نفسي تقلت كده مرة واحدة وفيه نفس ما بيطلعش بسهولة تقلت كده في النفس بتعملك كم سنة؟ أنا عندي 46 وخفقان في القلب يعني رفع كده بتحصل إزي رفع ده مش هنكشف كشفه يعني هنكشف يعني هيحصل لك فحص إكلينيكي وبناء عليه ممكن الضغط علي سنة واطي سنة ننبس أرد يعني حضرتك طيب ما فيش حاجة سن يعني لا بقى ما خلاص نزبطه عشان الدنيا تبقى كويسة يعني أنت رجل ركبت دعمات وعندك القلب فالضغط لازم يقى مزبوط جدا عشان ما تشتكيش ورغم الله أنا ماشي على الأكل مزبوط يا دكتور لا فيه أملاح ولا فيه دكتورات علي هو الحقيقة أنت كلامك منظم ووضح أن أنت يعني شاطر مركز يعني ودي حاجة كويسة بس هو لازم تتابع مع دكتورك أو الدكتور الأقرب ليك أو أي دكتور يعني عشان فيه تصبيتات كده في العلاج لما خلاص إحنا زبطنا العلاج والأمور كويسة خالص مش بناء على كلامك بناء على كلام دكتورك المعالج وإنت ملتزم هنبدأ نقيم الحالة ممكن تضطر تعمل أسطرة تاني أو مش ممكن متشكرين يا دكتور وجازك كلها كله خير وشكرا لقناة الصحة وجمال أمان تحت عمرك يا فهمت مرسي مرسي جداً لحضرتك على اتصالك طيب اتفض لحضرتك الكورونا يبقى الكورونا إحنا الوقاية خانوا من العلاج في كل الأمراض مش بس في الكورونا الكورونا أصلاً إحنا الناس كتير جداً في الجو اللي إحنا فيه ده بيجي لها عطس بيجي لها عطس كانوا من النوع كمان حساسية مش لازم عطس إن هو جاله كومن كولد أو انفلوانزا أو كده لكن هو وممكن إحنا في الجو ده بيسهل حدوث الالتهاب البكتيري نتيجة البرد قوي والواحد بيطلع مثلاً من دفع البرد ممكن يجيره التهابات الالتهابات دي التمييز بينها وبين الكورونا مش سهل وخاصة زي ما قلت كده إن مش كل الناس بتيجي لأعراض واحدة يعني أعراض الكورونا فيها شبه كبير جداً من أعراض الإنفلوانزا العادية أو البرد العادي إذا كانت بسيطة ولأن فيه الإنفلوانزا نفسها فيه منها أعراض قوية جداً بتقلب التهاب رأوي وأعراض تانية عطس كده وخلاص وخلصنا فده كل ده لازم يتقيم اللي إحنا نقوله الوقاية 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 الهاي ريسك اللي هم الناس الأكثر تأثراً بالفيروس وهم بأي فيروس مش بيروس كورونا بس أي التهاب اللي هم قليل المناعة قليل المناعة فيه مرضى بتوع الأورام دول بياخدوا علاج كيماوي أو كده بيقلل المناعة قليل المناعة مرضى اللي هو الأمراض المناعية بياخدوا كورتيزون وكده وأدوية أخرى بتقلل المناعة مريض زي ما قلت لحضرتك لما مثلاً يعني هل مريض السكر؟ لا فيه مريض سكر كويس جداً وبياخد دواء خفيف والدنيا مزبطة جداً ومزاجه حلو جداً وصحته كويسة ده مش عالي الخطورة بس فيه بعض الخطورة علينا كلنا لكن فيه مريض تاني عنده سكر بقاله كذا سنة وعنده مش عارف رجليه مالها وجابه القلبه فده بيبقى قليل المناعة القليل المناعة اللي هو ان بيبقى عنده مرض مزمن ومتمكن منه زي برضه قلت كده اللي هو ضعف عضلة القلب اللي بيخسل كلا اللي بيخسل كلا ده بيبقى مش يعني بيبقى قوته مش قوي اللي عنده مثلاً فشل في الكبد أو الكبد فيه مشكلة فكل قليل المناعة اللي هو صحتهم مش كويسة هم أصلاً تعبنين جداً فلو تمكن منهم أي ميكروب فيروس بكتيريا أي حاجة الأمر بيبقى صعب جداً في العلاج وهي زي ما قلت الوقاية خير من العلاج هو الترند الجديد دلوقت إن معظم الناس ما عادتش بتروح المستشفيات إلا في الحالات الخطر لكن هو عموماً يعني لو لو حد شك إنه هو عنده كورونا مش لازم يروح يعمل كل الفحوص هو لو قدر طبعاً في موظفين فبيحتاج لازم لازم يثبت عشان الأجازة وعلى حاجات دي ما فيش مشكلة لكن لو لو يقدر يعزل نفسه بدون أثار جانبية على حالته الاقتصادية أو كده خلاص وهو برضو قصة الحال الاقتصادية دي عشان كده ما فيش إغلاق المراد بالرغم إنه ممكن المراد هي منتشر أكتر المراد اللي فات بس الإغلاق الاقتصادي مميت في حد ذاته وبرضو عشان أطمن أستاذ المشاهدين المرضى مثلاً الحوادث أكتر من مرضى سوري وفيات الحوادث أكتر من وفيات الكورونا وفيات مرضى القلب أكتر من وفيات الكورونا لكن الكورونا عشان مش بتميز بين غني وفقير وعشان منتشرة جداً على مستوى العالم انتشار نفسه انتشار فهي خضى الناس كلها ومخوفة الناس كلها وعشان كده حصل الإغلاق المرة اللي فاتت والإغلاق ده أدى لكوارث مالية مش في مصر بقى يعني على مستوى العالم كله فهو أعتقد يعني السياسة دلوقتي العامة للعالم كله هو التباعد الحفاظ إن احنا نقوي منعتنا عن طريق زي ما قلت الإكثار من الفاكهة الطازجة والخضروات الطازج والسوائل وإن احنا يبقى فيه تهوية كويسة يبقى فيه تباعد يبقى عارفين يعني حتى في أي اللي يقدر من الكبار السنة أو كده ما يخرجش ما يخرجش أحسن الرياضة والحاجات دي لأمراض الشارعين التاجية وكده وطبعاً الرياضة الجسم السليم في العقل كل السليم بس مش كده طيب طيب عايزين نعرف علاقة أدوية السيولة بأمراض القلب الحقيقة أدوية السيولة يعني من أهم أدوية الأدوية المستخدمة في مرضى القلب والشراعين والأوردة اللي هو مرضى القلب والأوعاية الدموية اللي هو بيسموه الجهاز الدوري إحنا قبل ما نجيوه بمعلش معنا تليفون مدام نفيسة الفضلي أهلاً وسهلاً لو سمحت يا دكتور أنا عند القلب ألف سلامة على حضرتك الله يسلمك هقولي أنا عايزة عايزة نكشف عند حضرتك وعندي قالولي دكتور الصدر قال للعضلة مضخمة على القلب مضخمة على الرئة فعمش واخدة نفسي يا دكتور ما بعرفش نام ولا أعود ولا أي حان لا ألف سلامة على حضرتك الله يسلمك طب حضرتك ممكن تعملي موجات صوتية على القلب ورسم قلب معايا يا دكتور يعني أنت ماشي طب تحت أمرك طب نجي لحضرتك أنت في القيادة في حاجة اسمها جدا هذه وقتة حضرتك تحت أمرك ممكن تاخد التليفون بتاعي من ال After Control تحت أمرك تقدري ترجعلك Control وهيدوكي معلومات الدكتور معينش نسترجع إإجابات على السؤال السيولة قدويت السيولة�� دي الحقيقة ده سؤال أنا بحب جدا نسمعه لأنه في ناس كثير فهموا غل입 أيضا ده في ناس في بعض التخصصات الطبية مش بتفرق بين أدوية السيولة المختلفة إمتى بنستخدم أدوية السيولة أدوية السيولة بنستخدمها لما يكون في خايفين يجي جلطات كوقاية أو كعلاج عشان ما تجيش تاني واسمها وقاية سنوية طيب ما ندي للناس كلها دوا سيولة ما ندي لحضرتك وأنا أخذ وكل الناس تأخذ والمخرج يأخذ وكل الناس تأخذ من خفلة يحصل نزيف ما هو دوا السيولة أو بيمنع الجلطة ما يمنع الجلطة ممكن يؤدي لنزيف فهنا الميزان بين إن ممكن يحصل جلطة فبدي دوا سيولة أو إن أنا هدي سيولة ممكن يعمل لنزيف النزيف ده ممكن يبقى خطر جدا ممكن بعد الشر يجي في المخر فهنا البالانس إن أنا إمتى قدي إيه وليه والساعة كامة في جلطات اسمها الجلطات الشريانية يعني إحنا عندنا الأوعية الدموية فيه شرايين وأوردة وشعارة الدموية الشرايين علاجها جلطات الشرايين بيبقى علاجها اللي هو مضادات الصفائح الدموية وهي اللي مشهور أو الأسبريم إن هو ده يقوله بيحمي من السكتات الدماغية والقلبية والزبحة هو فعلا كده بس هل نديه كل الناس؟ لا نديه للناس اللي هو ما عادش فيه حاجة اسمها البرامري بريفنشن البرامري بريفنشن الوقاية الأولية كان زمان كده يقول لك اللي فوق سنة الاربعين لازم ياخد الأسبريم الكلام ده مش علمي ليه؟ لأن وجدوا إنه ممكن يحصلوا أثار جانبية بدون داعي يبقى مين اللي هياخد الأسبريم ده؟ اللي هو اللي جاله مثلا زبحة أو جاله مثلا في أي شرايين في الرجلين أو مغير ثمام مثلا لا أيوة هنا بقى موت السمام ده بقى بياخد دواء اسمه مضاد للتجلط وليس مضاد للصفاء حدى مويل وهنا ده مش نقول لك دلوقتي إن الناس كتير بيشتبه عليها هو كده بقى الاشتباه ده بتاع السمام ده بياخد دواء اسمه مضاد للتجلط اسمه وارفرين سوديوم اللي هو لوء اسماء تجارية متعددة الوارفرين ده ده بتاع السمام ده مضاد للتجلط الوارفرين ده ما يعالجش الزبح ما يعالجش جلطة القلب الوارفرين ده ما يعالجش جلطة القلب لكن والأسبرين ما يعالجش أو ما يتخذش فيه حالات صمام الصناعي بتاع القلب فهنا بقولت حضريرك السؤال كويس عشان كده لإن أنا بوضح للسيدة المشاهدين إن فيه فرق بين الأسبرين وإخواته إخوات دول اللي هو اسماءهم العلمية تيكا جريلور وكولوبيدو جريل دول بيستخدموا في حالات الدعامات حالات جلطة القلب حالات جلطة المخ حالات جلطة الصاق جلطة الرجلين الشرايين لكن فيه أدوية تانية بسمها مضادات للتجلط اللي هو زي الوارفرين ده بيستخدم خصوصا في الصمامات الصناعية بتاعت القلب وفيه أدوية تانية بتستخدم في الزبزبة الأزينية لإنه ممكن تجيب جلطة أو جلطات الأوردة العميقة اللي في الصاق فيه واحد يقولك رجلي عندها فيها جلطة مش بتسمعي كلمة رجلي فيها جلطة دي فده بتبقى علاجها مش الاسبريم علاجها اللي هو الورفرين واخواته الجوداد بقى هو الورفرين ده دواء قديم ومازال مستخدم في الصمامات لكن فيه أدوية جديدة أسماءها العلمية حاجة اسمها Rocks pan وال épobex pan الماريفان هو الورفرين برافو عليك الماريفان ده هو الورفرين القديم اللي هو العجوز الحديث منه الماريفان الماريفان هو اللي مشي الحديث بس ده بتاع الصمام ما فيش غيره ما بيتخدش غيره للصمام يعني الأدوية الجديدة دي لسه ما استخدمتش في الصمامات القلب اللي هي اللي عمل عملية قلب الماريفان هو الورفرين بس أنا كنت بقول اسم علم يعني فهو الماريفان ده بيستخدم في الصمام وكان مشكلته أو ما زالت مشكلته أن زبط الجرعة صعب فدايما كنا بنبقى عشان أفهم المريض أن أنا هديك الجرعة احتمال تجيب نتيجة أو ما تجيبش المريض بيتوه مني أو بيتعب بيتعب معايا بس مش بسببه بسبب الدوى طبيعته يعني هو لما أجي قد جرعة فيه مثلا ماريفان ده واحد ملي وتلاتة ملي وخمسة ملي ممكن قد الواحد تلاتة ملي يبقى زي الفرن وممكن نفسي التلاتة ملي يعمله نزيف في نفس الشخص كمان أسبوعية فكان دايما محتاج متابعة دورية وهو سليم ومحتاج تزبيط ودايما بتحليص متحليص سيول طب معينا اتصال تليفوني أم محمد أهلا بك أي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الدكتور معي أي ازاك يا دكتور ازاك يا أم محمد الحمد لله والله لو صبحت دكتور من شهرين كده أنا عندي 58 سنة مزبوط معيش تماما من شهرين من شهرين الضغط عندي علي بقى 150 و150 على 90 والسكر 200 يعني باخد ده ضغط بس يعني بقى لي بتاع 15 سنة باخد ده ضغط بس ما عنديه السكر السكر أقيسه كان 95 95 بس لما عاني كان رحته للدكتور رح كتب لي برشام بدل لي برشام الضغط غيرهولي وقال لي مش علي الحمد لله السكر بقى تقيسه بعديها بقى 85 95 بس ما بيعلاش عن كده والضغط واطي بقى 90 على 60 بقى لي شهرين على هذا الحال وعلى التحليل دي طب انت بتشتكي عندك شكوى عندي انا اساسا بيجيلي زي رفرفة كده بسدري يعني احس فيه دربات قلبك مش مزبوط بتروحه كي مش قلتوله طبعا دكتور نحس قلبي في حاجة بقى بيجيلي قال لي ده علشان بس اقلوه الضخر مرة واحدة وتزعلت يعني وجالي كان قال لي عشان ازعلت لكن انت لما تبيه طبيعية هيزجع طبيعي من شيء لاخر برده احس بالرفرفة دي حتى اقول لو انا قاعدة مش بعمل بأي مجهود خاصة بيجيليك واجعة في سدريك؟ لا هي رفرفة كده رفرفة كده لثواني وتروح رفرفة لثواني وتضيع طب بص يا فاني هو انت طبعا الضغط سهل زبطه بالمتابعة يعني مش هينفع مثلا انت تولي ضغط قواطي او عالي وانت مش بتروح للدكتور يزود العلاج او يناقصه او يغيره اه ضربات القلب دي ممكن تبقى في سعب الضغط وفيه ادوية بتثبت الضغط وبتثبت ضربات القلب والدكتور عارفها اه واعتقد ان ممكن نعاشين في الاطار ده السكر اللي عندك ده اللي هو عالي وانت زعلانة ان شاء الله يعني هو مش هيجي تاني بس ده معناه ان انت ممكن يجيلك السكر في وقت من الاوقات ان هو بقى متين وانت كنت زعلانة شوية وبعد كده زبط تاني اه فهو اللي بيجيله اللي ممكن يجيله سكر ده اسمه جلوكوز انتولرنس ما بيستحملش الزعل او السكر فده مع الضغط ممكن يجيله شرايين تجية فننصحك تعملي تحليل كوليسترول تحليل كوليسترول ولو طلع عالي مفيش منها تعملي رسم قلب وكده كده بدل فيه ضربات ايكو يعني ايكو؟ رسم قلب وايكو عملي ايكو كمان الايكو غير رسم القلب الايكو ده عبارة عن موجات صوتية وراسم قلب ده عبارة عن تسجيل الكهرباء اه 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 هنعمل ايه هنعمل تحليل كوليسترول خلاص؟ اه 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 وانت اصلا اي حد في الدنيا يجيله ضربات قلب لازم الدكتور يعرف نحها حتى لو هي اه اه نحها نقول ده حميدة او نحها مش حميدة نعرفها نعرفها اه اه وهو ساعات ما بتزهرش في الرسم القلب العادي ليه؟ لانك بتروح للدكتور بيقوله ده دلوقتي كويسة لكن كانت جايالة من شوية اه 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 جهاز تسجيل ضربات القلب 48 ساعة او 24 ساعة عشان نعرف الدربات اللي جات لك دي ايه لان الدربات دي انواع منها ممكن تكون زبزبة اوزينية ممكن تكون ضربات عادية جدا مفيش منها خوف الزبزبة دي بتحتاج ادوية سيولة زي اللي كنت بتكلم فيها من ثانية واحدة ادوية سيولة اللي هي مضادة للتجلطات وليست مضادة للصفائح الدموية فهو اصدى اقول الدكتور هيبقى فاهم وهيتابع ضغطك ده لو هو فعلا واطي يقلل الجرعة شوية لو نبضات قلبك سريعة فيه ادوية بتزبط ده مع ده لكن يعني اكشف قلبه ولا اكشف باطن لا هتكشفي ان شاء الله قلب قلب؟ اوه ماشي تحت عمرك شكرا دكتور جزاك الله كل خير تحت عمرك شرافتينا مرشتي جدا ايه احنا كنا نقول ايه ادوية السيولة ادوية السيولة دي في مريض يجيلي عامل تحليل يقول ينا عامل تحليل السيولة اقول له ليه jut يقوله عشان باخد الأسبرين اشوف ايه السيولة باتطمن علي نفسي تحليل السيولة اللي هو اسمه ال exed و battlefield لا يتأثر ب بالأسبرين ماشيba لا يتطمن علي نفسه تعامل الExed تحليل السيولة Africa والبرسترومبن كونسنتريشن وطايم والإي إن أر لا يتأثروا بتحليل بالأسبرين لكن بيتأثروا بإيه وواجب عملهم في إيه في الماريفان الماريفان ده بقى بيطلع عينينا في الجي سيول إن أر على طول إن أر ده موتعب جدا ولأ ده عالي لأ ضوطي لأ ده جالي كدمات في جسمي الأسبرين ممكن يعمل كدمات وممكن يعمل نزيف بس هو مش بيحتاج له تحليل السيول لكن عشان ماريفان الماريفان ده بقى يعني بقول لحضرتك هو محتاج المريض يبقى عنده قدر من الثقافة والطبيب عنده قدر من الوقت والبلد طويل إنه يفهم المريض إن الماريفان ده متزعلش منه لو التحليل عالي شوية التحليل وقت شوية لأنه هو لو سبناه كده ممكن بيعمل بعد الشر حاجات مش كويسة طم معينا تليفون أستاذة إسماء أهلا بك أنا سيئة نور الدكتور معيك مساء الخير يا دكتور إزيك يا أستاذة إسماء أستاذة إسماء معيش يا دكتور أنا دايما صداع عندي جامد قوي و بعد دولة جامد تيام أو ممكن تجون أسبوع مفضعة دايما داني حق كده وعند إضحق كتير تعندك كم سنة ممكن توطي صوت التليفزيو 23 23 دي صغيرة أوي يا أستاذة إسماء 23 سنة الشكوى بتاعك صداع أه صداع أه طيب بصي هو الصداع ده له أسباب متعددة بالنسبة لي أنا كاستشاري قلب ممكن يبقى ارتفاع ضغط الدم بيعمل صداع وممكن لو ضغط الدم واطي شويتين يعمل صداع فأنا بقيس الضغط وبعرف بناء عليه هل السبب فيه الصداع ده ضغط ولا لا لو مش ضغط فيه أسباب كتير قوي للصداع منها الجوب الأنفية منها النظر منها الودان منها السنان منها المخ منها اللي هو الصداع النصفي لكن في الآخر يعني إحنا في الأول كده بنعتقد أن الأمر سهل هنقيس الضغط لقي الضغط ما فيش فيه مشاكل فممكن نعتبر أنه فيه شويت برد شويت حاجة ممكن ناخد أي حاجة من اللي هي اللي في البيت بتبقى مسكنة ونشوف لو ما خفناش بسهولة يعني في خلال ساعة مصف ساعة ممكن بنتجه للدكتور لو هو الضغط كويس بنتجه للدكتور وفيه صداع أشوف سناني يعني سنان لو تعبانة بس أنا يعني أكيد أنا عارف سناني بتوجعني ولا أوداني بتوجعني ولا لا لو ما فيش الحاجات دي بتجه للدكتور مخ وأعصاب أنفي سنان ما عليك يا أستاذ أسمعك ومعينا تليفون تاني أم محمد أهلا بيكي أم محمد نومبر تو أيوة أم محمد سمعينا تقريباً الاتصال تقطع طب نكمل وحضرتك أوكي فهو هنا بس اللي هو اللي بياخدوا الماريفان وسمعيني دلوقت هم عارفين اللي أنا بقوله أو معظمهم عارفين يعني حتى لدرجة أن أنا في أحيان كتيرة عشان زبط جرعة الماريفان بدل المريض الواتسقاب بتاعي فيه مثلا مرضى بيجوا مصعيد مرضى بيجوا مش عامين فهو كل دوقت بدهم الواتسقاب عشان نزبط جرعة الماريفان من غير كالأسلوات برضو فيه نقطة هنا برضو التواصل الإلكتروني مش مجدي في العلاج يعني أنا بيكتب لي حد يقول لي ما هو علاج ضغط الدم عايزنا أرد عليك أقول لك إيه هي اللي بتكتب لي عايز يعرف عليك ضغط الدم ده 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 يعني نكتب تيكستبوك آآ مراجع طيب هي أم محمد رجعت تاني كويس كده أم محمد معنا آآ مع حضرتك أهلا تفضلي الدكتور معيك أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سلامت حضرتك يا دكتور أنا عندي ارتخاء في السمام مترولي فمعرفش طب دي فيه خطورة علي وللوقتي عنده ضربات قلب السريعة عندك كم سنة عندي 53 عملتي إيه كو طلع فيه ارتجاع ولا ما فيش ارتجاع لا ما كانش فيه آخر مرة ده من سنتين قبل كده يعني ما فيش ارتجاع في السمام لا قال لي لا ما فيش حاجة وفي ارتخاء عندك ضغط بس ضربات القلب على طول لا أنا حاسة بيها يعني ضغطك عالي لا ضغط آخر مرة ناقسته في كثم مبالرة المئة مليون دي ينطلع مئة وعشرين على ثمانين حلو قوي والسكر تسين كويس قوي ما شاء الله عليك بص يا ستي هو لو ضربات قلبك سريعة السمام مترولي اللي مش عامل ارتجاع ما تخافيش منه ولا تقوليه تاني لأنه الاسم يخد شوية لكنه بغل مش عامل ارتجاع يعتبر انه مش موجود رقم اتنين بقى ضربات القلب السريعة لها اسباب كثيرة من ضمنها ممكن التوتر من ضمنها ممكن الأنيميا من ضمنها ممكن الغدة الدراكية من ضمنها ممكن فنجال قهوة من ضمنها ممكن زعلانة او مرهقة او ما نمتيش من ضمنها يبقى مرض في القلب نفسه هو اللي عامل ضربات القلب دي فانا لازم اقيم الاول ضربات القلب السريعة دي هل هي نوحها ايه وشكلها ايه بتوقعك من طولك ولا بتوقعكيش ولا بتبقيها طقعي ولا بتسحبلك روحك ولا 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 اه بتحصل معايا سحبة الروح دي يا دكتور اه فهنحتاج نعمل رسم قلب وايكو يطلعوا كويسين يبقى هنعمل باقي الورك اوب اللي هو بتاع الغدة والانيميا والسوديوم والبوتاسيوم والحاجات دي ونشوفك لو انت متضايقة بتناميش نخليك يتنام يطلعوا كويسين ممكن بقى نعمل حاجة اسمها دراسات الكهروفيسيولوجية بس من ازبقاش الاحداث نعمل اول حاجة رسم قلبه ايكو وصور الدم واتبقي كويسة ان شاء الله والطميني تماما اه انت عامل ايكو اصلا بيقول ان في ارتخاء يعني اطمئني من قصة الارتخاء دي ما تقلقكيش اه تحت امرك شكرا ام محمد طيب فهو الماريفان ده بقول لحضرتك انا بعمل ايه بقوم مدي للناس دي بدل ما تيجي عيادة او ما تيجي المستشفى او كده ابعتلي رقم الايه النار وجرعة الماريفان اقول لك زود نقص او كويس لكن كلام اكتر من كده بقول لكم يعني التواصل من خلال وسائل الالكترونيكس دي مش مجدي ككشف يعني واحد مر يعني واحد بيقول لي انا ضغط عالي والدكتور كتاب لي كذا كويس او لا واحش والله العظيم معا ده بيتبنى على ايه على استجابتك للضغط وعلى النبض وعلى حالتك العامة وعلى هل عندك زبحة عندك حسيه على صدرك عضلة القلب ضعيفة عندك حاجة في المخ كل ده لكن ويقولك الدكتور مستخسر يرد علي والله يا سيدا ما مش مستخسر والله بس في حاجات بتجوز ولازم انت كل الناس السمعاني تعرف كده في حاجات بينفع يعني زي بقول واحد بيقول لي ما هو علاجة ضغط الدم اكي انه جاب سؤال مهم جدا علاج ضغط الدم لانه قد نقوله واحد واثنين هقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه واصلا وانا لو قلتلك طيب انت استفيد ايه يعني حالتك غير حالة التاني غير حالة التالت غير حالة الرابع غير حالة العاشر درجة المرض درجة الخطورة ايه السبب انت عندك كم سنة حالتك العامة فكل ده مهم جدا واعتقد ان احنا يعني كده وضحت الفرق بين ادويت السيولة المختلفة يعني مستفى معينا شايماء على التليفون اهلا بك علي السلام عليكم وعليكم السلام الدكتور معاك اهلا بحضرتك لو سمحت يا دكتور انا عندي غضة دراكية وشايلة بقى لي 6 سنين ايه وبيجيلي دربة جامدة كده يا دكتور في قلبي بحس ان انا بكح جامد يعني من ضربة القلب دي انا كنت ماشى على اندران من حوالي 3 سنين ووقفته ايه باستشارة الطبيب والووقفه فدلوقتي انا ما بيجيلي الدربة دي باخد حباية اندران بحس ان انا ارتحت هل غلط اللي انا بعمله ولا لا وعملت الاسم قلب تلك كويس اه بصي بصي يا استاذ اه بالرحق كده انت عملت الغضة وبعد كده الغضة تحليلها اخباره ايه زايد ماقص مش على لاج اه هي قتناشة تسمى وبعد ما عملت الغضة بتزبط شوية وتركعتاني وبتاخدي علاج ولا بتاخديش اه باخد باخد 125 الصباح طيب ده بقى ده محتاج متابعة متابعة يعني لازم الرقم ده متابعة والله يا دكتور الرقم اللي هو الغضة اللي هو الفريت 3 و 4 دول لازم مزبوطين لانهما فعلا بيأسر على ضربات القلب هما فعلا ايه بيأسر على ضربات القلب يعني الغضة الزيادة اللي هو الغضة الدركية افرازها الزياد اللي هو الثومي ده بيزود ضربات القلب خلاص انا فاهمة يا دكتور بس انا ساعدة تبقى الغضة مزبوطة وببقية من عند الدكتور ونفس ضربة القلب دي كيلي ماشي وانا اقولك لسه اه بالنسبة للقرس الاندرال اللي بتاخديه عند اللزوم ده اه هو اكيد حاجة مش علمية يعني يعني ما فيش حاجة اسمها كده يعني عشرة ميلي دي اتاخد عند اللزوم ده فيش الكلام ده اه فممكن انتو بقى يعني بترتاحي بتاخدي الدواء وبتاع بتعندك كم سنة يا استاذة انا عندي دلوقتي تلاتين انت صغيرة طيب بصي هتعمل ايه كمان هنعمل بقى الضربة دي مش هنخسر حاجة لما نعمل راسم قلب اشوفها واشوف عددها هل هي بتوعك كتير ولا شوها صغريب هل هي موش كانت الاول بتبقى واحدة او تنين ودلوقتي دلوقتي زادت طيب نعمل راسم قلب نشوف وممكن نبص بلايكم نشوف هل فيه يعني مرض عضو في القلب ولا ما فيش والغدة لازم تتزبط الغدة لازم تتزبط الغدة لازم تتزبط وبناءا عليه لو ضغطك كويس وبيجي لك ضربات قلب زي ده سنة من الغدة اللي بتلعب دي ممكن ناخد نص قرصة حاجة اللي هي بسموها مصبتات اللي اسمها البيتا دي زي الاندرال كده بس حاجات اجدت شوية وتاخديها صفة ممتازمة ما يدوط المعنشي يعني بناءا على الفحص ان انت هتعملي زي ما بتلك رسم قلب وإيكو وبناءا عليه نعرف نوع الضربات ايه ونشوف تحليل الغدة الدراقية وبناءا عليه ممكن تاخدي حاجة من اللي هي حاجة اسمها مصبتات البيتا عشان يعني مش هتشغل باقي يعني انا الدكتور بتاعك هكتبها لك وهتبقى كويسة ان شاء الله اللي انا اقوله لك يعني اطمئنني واظبط الغدة تحت عبر مرسي جدا على اتصالك طيب عايزيني نعرف من حضرتك اسباب ضعف عضلة القلب وازاي ان احنا يعني نتجنب ده بس قبل ان حضرتك اتجاوبنا معانا اتصال تليفوني نعمة من اسوان اهلا بيكي الدكتور معي اهلا بيكي ازاي الصحة ازاي حضرتك الحمد لله يا حبيب ممكن ما اكلمات دكتور اه تفضلي الدكتور معيك ماشي حبيبتي دي حضرتك يا دكتور الحمد لله تمام مقولي سيادتك انا عندي حلال كلها كرات الدم البيضة 11 وطبعا هي معدلها الطبيعي من 4 الى 11 هل ال 11 دي في نجلة يعني في التهابات او حاجة جو عشان كده كثيرة بتخادم العجوة ولا حاجة يعني انت قلتي الطبيعي من 4 الى 11 كونك تبقى طبيعي هل انت بتشيكي من حاجة طبعا تقول في اعلام يعني في نعبها لا 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 ان شاء الله يعني هي طول عمرها يعني هي طول عمرها يعني كل ما تحليت طلع 11 صح؟ ولا هي بتزيد وتقلوا ولا ايه؟ لا في احلامة بتبقى 9-11 يعني ان شاء الله 11 دي في الرنج الطبيعي بدل ما عندك ايش حرارة ولا عندك التهابات ولا قحة ولا حرقان في الماء او لا كده فانا نعتبر ان دي طبيعي ان شاء الله نعتبره طبيعي اذا لم يكن هناك شكوى التهابية شكرا على التصالك شكرا على التصالك شكرا على التصالك في صفحة ان شاء الله عشان تشتغل لازم يجي لها هي نفسها امداد عن طريق الشريان التاجي الشريان التاجي ده هو اللي بيغذي عدلة القلب فتخيلي لو التغذية قلت القلب هيطعب لو التغذية تقطعت مرة واحدة اللي هيطعب قوي طيب القلب ده عشان يشتغل لازم له تكوين التكوين ده العضلة نفسها عايزة فيه تليفون ولا حاجة? اه. حسيت بيه كده. فالعضل. ام محمد من الاصر? اه كده. ام محمد من الاصر? اه السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت بكل اه سلم الدكتور? اه طبعا نتفضلي الدكتور معيك. اه افلي بس صوت التلفزيون علشان تسمعي الدكتور كويس? حاجر. شكرا. لو سمحت يا دكتور انا اه كنت عملت بعض التحليل وطرعت عندي الغضة الدراقية خاملة. اه والدكتور اداني اه برشام اسمه انتروكسين. اه جالي تاخدي واحدة اه قبل الفطار يوميا. اه. وباخد انا من اه من شهرين ونصف قريبا. ويعني ما بطلتش خالص. بس دلوقتي قلم شديد في عظمي وفي اه وفي رجلية يعني لدرجة ان انا ما بقدرش اصلي. اه هل ده ليه اتباط بالاعلاج بتاع الغضة ولا ده ده حاجة ثانية ولا مش عارس يعني. دعا بصي هو غالبا ده حاجة ثانية. هي هي يعني انا 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 كاستشاري قلب علاقتي بالغضة ان هي الغضة دي لها علاقة وثيقة بالقلب. الغضة الدراقية. الغضة الدراقية اللي بتفرز افراز كتير سمي ده بتزود ضربات القلب وممكن تعمل زبحة او كده او سرعة في ضربات القلب ايا كانت انواع ضربات القلب دي الغير منتظمة او السريعة. ولو كانت قليلة بتزود القليسترول وممكن تهبط القلب بتخليه بطيء او كده. اه لكن وهنتي بتزبطيها لازم برضو بتشوفي هل هي متضخمة ولا مش متضخمة مش مجرد تحليل. يعني بقى تحليل وفحص للغضة نفسه او اشع عليها بتشوفيها هل هي فيها ورم كبيرة اه فيها كذا. اه عشان بنحدد خطة العلاج بناء على ذلك. بالنسبة الوجع عضمك ده اه 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 يعني اه 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 ممكن يكون في حاجة معاها. اه بس يعني ممكن يعني تحليل غضة جرد رقية. وبس في نفس الوقت اعتبري الاول ان ده شوية الام روماتزمية خدلها علاج. راحت خلاص كان بها مراحتش هتشوف الغضة وكده. معنا تصال تليفوني تاني شيماء من القاهرة. اهلا بيكي. اهلا وسامع عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور معيك. ماشي لا. بس توطي صوت التليفزيون عشان تسمعي الدكتور لو سمحت ماشي حاضر. شكرا. اه وعليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا من فترة كده من تسعة وعشين ستة. اه جال يجي زيزيء كده في النفس. انا سمعت. صوت التليفزيون. وضربات. وضربات قلبي سريعة جدا. كنت حسة كده زي قلبي كده بيخبط في ظهري. عملت ايكو وعملت تحليل. وعملت كل حاجة طلعت كويسة. الحمد لله. بس انا دلوقتي المباجي انام يا دكتور. ضربات قلبي سريعة عوي من مغير اي مجوم. طب اه هستأذنك توطي التليفزيون وعشان اكلمك. بصي هو انتي عندك كم سنة? عندي 33 سنة يا دكتور. اه عندك ضغط او سكر? لا انا الضبطين. وعملت تحليل الغده برضو الدراكية كويسة. والايكو كويس ورسم قلبي كويس. اه. مزاجك كويش? لا والله يا دكتور انا ما جادت سعب دفعك. كان نفسي بيتخن مش قادر اخد نفسي خالص. بروح عمل كده يا سفاستوجين وكده. طب لو انتي عندك مشكلة في الرئتين اللي هو الصدر يعني. ممكن بيزود ضربات القلب. وادوية الموسعة للشعب الهوائية بتزود ضربات القلب. لا انا ناسي كانت تعبانة كان عندي التهاب ريو بس خاف. بس الموضوع ده كان مش مؤثر عليها. عندك التهاب ريو في شهر ستة صح? اه. ممكن يكون كورونا. وممكن تكون الكورونا سايبة حيطة صغيرة. هي مش تخفيش منها يعني. بس دي بتعمل نهجان وضربات قلب. بتقعد فترة. يعني ايه بص? طب يا تبتر هو التحليل اللي موفايتس كان سبعتاشر. التحليل ايه? اللي موفايتس يعني كرة الدم اللي بيدا كان سبعتاشر يوم ما انا عملت الجانب السعب ده. ماشي بص يا ستة الكل. هو مش لازم اه يعني مش كل الحالات لازم تتشخص اه مية مية او كده. انت لعملت سي تي اشعر مقطعي على الصدق. ممكن يبقى فيه حاجة صغيرة ولا حاجة. دي بتفضل فترة عاملة يعني اكسجين قليل سنة. وتعمل ضربات قلب. وهتروح. ماتي الى ايش. يعني هي ده. لو لو بعد دور التهاب الرئوي في زمن الكورونا اللي احنا فيه ده. نعتبرها كده. الى ان يثبت العكس. وخاصة انك عملت ايكو. وعملت رأس مقلب. وعملت تحليل غدة. وعملت كل ده. وكل ده سليم. فهنعتبر كده. الى انياز. طبعا ولازم دكتور اللي يقولك كده بالفحص. يعني ينفعش كده. وانت لو سمحت يا دكتور انا روحت عند كزا دكتور. كل مرة لدكتور يكتب لي فيتامين ويكتب لي حاجات مضادة للاكتئاب. ايه. ومرتحتين. بس. اه. طب هو ايه اللي بيخليه يقول انت مكتئبة. مش عارفة والله يا دكتور. طب اقولك حاجة انت ليه حافظة تاريخ اللي تعيبت فيه تسعة وعشرين ستة. يعني غريب جدا ان حد يقول لتسعة. اكيد كم فيه عندك مناسبة زعلت فيها اكيد يعني. حدث مهم. لا 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 والله يا دكتور خالص. ما الحافظها يعني كده يبقى انت دقيقة قوي يعني. اه ما انت تعب كان جامل ساعتها قوي. فحافظت بتاريخ. اه. ماشي مفيش مشكلة. اه زي ما بقولك كده. وخصيت وبعدين يا دكتور ما عليش. اقول لحضرتك ما عليش استحملني. وبعدين خصيت جالي خصصان في الوزن جاملت كده يعني كدت 92 بيت 84. كويس جدا. اذا انت لازم تقولي ان عملت كده ازاي. اه. يعني انا زي ما قلت لحضرتك كده. اه اه اه. بالتلت دكاترة قالولك عندك اكتئاب. اه اه. فاكيد يعني مش كلهم غلطانون. اه. لان ساعات في الاكتئاب الناس بتدني. الناس بتنكر ان هي عندها اكتئاب. اه. فتلت دكاترة اكيد يعني لو واحد غلط التاني مش غلط التالت مش هيغلط. اه. اه. فهو ممكن انك انت بس تاخدي الدواء كويس. وهتبقى كويسة ان شاء الله. بنشكرك على اتصالك. وآخر سؤال معانا يا دكتور. عايزين نرى في الطرق الحديثة اللي حضرتك بتعالج بيها مرضى القلب. والله هو ميزة القلب. علم القلب. انهو علم متطور جدا. اه. وهنا في مصر يعني المستشفيات وكده. يعني على قدر من التجديد المعلومات وتجديد العلوم وكده زي امريكا زي اوروبا. اه. واماكن حكومية مثلا زي معهد القلب القومي وكده. اه. فهو الحقيقة. اه. يعني هو في علاجات بتبقى جديدة. زي علاجات ضعف عضلة القلب. وفي علاجات تانية بتبقى زي مثلا اللي هو استبدال السوامل او ورطة من خلال الاسطرة ده. ده حاجة جديدة برضو. وكل يوم في جديد. تمام. خالص تحياتي. بنشكر حضرتك جدا نورتنا. واستنونا في حلقة جديدة وضيف جديد في برنامج استاذ في الطب. ترجمة نانسي قنقر